لجوء داعش إلى استخدام المقاطع المصورة الاحترافية لجلب أتباع جدد إلى صفوفه يحدثنا عنه عبر الأقمار الصناعية ضيفنا الكريم من تونس الدكتور علي العلاني خبير في الجماعات المتشددة دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إلى أي حد أثر استخدام داعش لهذا الأسلوب اتباع المقاطع المصورة بشكل احترافي في جلب أتباع جدد إليه في الوقت الذي نرى فيه تراجع داعش واندثاره واندحاره في سوريا أو إن كان في العراق مساء الخير يعني أعتقد أن داعش قام بتحضيري أو باتخاذ احتياطات كبيرة قبل أن يعلن عن خلافته المزعومة وذلك لأنه منذ البداية كان يعتمد على الصوت والصورة عندما نحلل الظاهرة الداعشية نجدها 70% تقوم على تأثير الصوت والصورة والفيديوهات التي يتم نشرها وقد اتضح من خلال العديد من التقارير التي نشرت بعد ذلك أن هذا التنظيم يستخدم التقنيات أعلى وأغلى التقنيات وأدقها من الناحية التكنولوجية في مستوى الصوت والصورة وانتداب مهندسين كبار في المونتاج حتى أن هذه التقارير تقول أن داعش كان يخصص ثلاث مليار دولار من ميزانيته لمثل هذه الأفلام ومثل هذه الفيديوهات وأيضا تم العثور في بعض الفترات على مخابر هناك تحدثت بعض الجرائد الأمريكية عن مخبر في لوس أنجلس قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرته هذا المخبر يقوم باستغلال لقطات حية للقتل والذبح وإرسالها إلى هذه المخابر لكي يتم إخراجها بشكل دقيق وبشكل مؤثر وبشكل هوليودي على الطريقة الهوليودية الأمريكية كما أيضا عثروا لدى خلية في البرتغال تقوم بمثل هذه العمليات في المونتاج والتصوير إذن داعش كانت تركز في تحركاتها على عمل ميداني ولكن على الصوت والصورة بشكل كبير ثم هي اليوم أصبحت تحاول في ظل خسارتها لأراضيها وخسارتها لبواردها المالية اليوم هي تريد أن توظف معارفها التكنولوجية والإعلامية لكي تكون المرحلة القادمة في الانتداب هي مرحلة تقوم على استعمال تقنيات الصوت والصورة والفيديوهات المؤثرة وبالتالي نرى أن في المرحلة القادمة لا يمكن أن تتم مواجهة داعش بالوسائل بالنصوص المكتوبة والخطب المكتوبة لابد أن يكون الخطاب البديل هو خطاب إلكتروني يقوم على الصوت والصورة ويستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لأن الأوروبيين وحتى غير الأوروبيين يتأثرون كثيرا بمثل هذه المشاهد استخدام لهذه التقنية الصوت والصورة كما ذكرت حضرتك والتركيز عليها دكتور في أي العقول أثرت ونحن نشهد الآن تراجع عدد مؤيدي التنظيم والمقاتلين الجدد المنظمين إلى صفوفة هذا بالضبط هذا سؤال ذكي جدا لماذا؟ لأن هناك بالفعل نقصان في عدد المنتمين لداعش ولكن هناك ما زال وجود الذين يدخلون إلى داعش من غير المسلمين أو الذين اعتنقوا الإسلام حديثا من الغربيين والأوروبيين عموما لأن هؤلاء معرفتهم بالدين وبالإسلام هي معرفة غير عميقة وبالتالي لا يمكن لداعش أن تحاججهم بفتاوي ونظريات ابن تيمية والمنظرين لداعش والمنظرين للطيارات الراديكالية مثل أبو قتادة والمقدسي وغيرها هذه لا يفهمها الأوروبيون والغربيون الغربيون يفهمون لغة الخطاب الإعلامي ويفهمون لغة الصورة والصوت وهذا ما جعل داعش تتوجه إلى هذه الشريحة كما ذكر تقريركم في البداية هذه الشريحة من الأوروبيين أولا لهم معرفة غير عميقة بالإسلام وبالتالي يمكن أن يقبل كل الأفكار والرسائل التي توجهها داعش لهم وثانيا هي توجه داعش لهذه الفئة رسائلها عبر هذه التقنيات الحديثة جدا وهي تقنيات يعرفها ويتمرس بها الأوروبيون إذن هي ليست غريبة عنهم وبالتالي عندما تأتيه هذه الأفلام الجديدة برسائل واضحة للتكفير والتجنيد يعني بطريقة القتل والجهاد المزعوم إلى غير ذلك فهم يتأثرون بذلك ولكن أعتقد أن داعش خسرت كثيرا على مستوى العالم الإسلامي والعالم العربي ليس فقط لأن الأحلاف ضربت هذا التنظيم وتسببت في خسارته لأرضه ولموارده بل لأن خطاب داعش لا يمكن أن يستمر وأن يتقبل من طرف هذه الشرائح الكبيرة في العالم العربي والإسلامي وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتظر في المرحلة القادمة أن يكون أنصار هذا التنظيم في تناقص ولكن يفترض ويجب على الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتهيأ لمعركة الصوت والصورة ومعركة مواجهة الخطاب التكفيري بالخطاب الإلكتروني والخطاب البديل الذي يقوم على التأثير البالغ بالصوت والصورة شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الأغمار الصناعية من تونس الدكتور علي العلاني خبير في الجماعات المتشددة